بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذه السورة الكريمة هي من السورة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهي من القرآن المكي والمكي يكثر فيه الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن قصص الموحدين وما حصل بينهم وبين أقوامهم وعن أصول العقائد والأخلاق وهذه السورة كما ترون تتحدث بشأن التوحيد وقد بدأ الله تبارك وتعالى بقوله صاد وصاد حرف من الحروف الهجائية وقد سبقت معنا في سور كثيرة الحروف الهجائية التي تكون يذكرها الله تبارك وتعالى في مقدمة بعض السور وهذه الحروف الحرف بمفرده لا يعرف له معنى إذا قيل صاد أو عين أو ميم أو نون فإنه لا يعرف له معنى لأن المعنى إنما يأتي من كلمة وليس من حرف المعنى في اللغة العربية يفهم من كلمة وليس من حرف لكننا نجزم أن هذه الحروف القرآن لها دلالة عظيمة لأن كتاب الله عز وجل لا لغو فيه وليس في كتاب الله عز وجل شيء ليس فيه عبرة ودلالة ولهذا الذين قالوا من المفسرين الحروف الهجائية التي في أول السور لا نعرف معناها فهم يريدون أنهم لا يعرفون لها معنى في اللغة العربية وبعضهم يقول الله أعلم بها ولا شك أن الله عز وجل أعلم بكل شيء ولكن الله ما ذكر شيئا في القرآن إلا للتدبر ليتدبر الناس ولهذا فإن أرجح الأقوال بهذه الحروف أن المتدبر يتدبر في أن القرآن مكوّم من هذه الحروف وهذا أمر واضح وما دام أنه مكوّم من هذه الحروف التي يتخاطب بها الناس ومع هذا فأسلوبه وتركيبه معجز لا يستطيعه من يتكلم بهذه الحروف وقد تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بآية أو بسورة أو بعشر آيات من مثل هذا القرآن فدل على أن هذا الإعجاز العظيم في القرآن مع أن الحروف يعرفونها وهي موجودة في خطابهم ويتخاطبون بها لكن في تركيب الأساليب فإنهم يعجزون لأن هذا كلام الله عز وجل وكلام الله ليس كلام البشر ولهذا من أراد أن يأتي بشيء ويقلد القرآن أو يأتي به فإنه لا يأتي بشيء فيه بلاغة القرآن ولا فيه إعجاز القرآن والعرب أهل لغة وفصاحة وهذا الشعر فلما تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله أو بسورة فإنهم لم يقولوا نحن نستطيع أن نأتي به بل عججوا ولهذا بعضهم دخل في الإسلام بسبب أسلوب القرآن لأنه رآه ليس بشعر ورآ أنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا التركيب ولهذا قال بعضهم في وصفه إن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمورق أو كلام نحو هذا فهو في أسلوب عربي مبين لكن التركيب معجز قطعا ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه الأساليب القرآنية التي جاء الله عز وجل بها ومما يدل على هذا الاختيار الذي اختاره جمع من المفسرين أن السور التي فيها هذه الحروف المقطعة لا بد أن يكون فيها حديث عن إعجاز القرآن ومعنى إعجاز القرآن أي أن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهو معجز بالنسبة لهم وقد ظل المعتزلاء ومن قلد المعتزلاء بقولهم أن القرآن مثل سليب العرب وإنما صرف العرب صرف العرب عن معارضته وهم يستطيعون ذلك لكن الله صرفهم ولهذا يقولون الإعجاز أن الله صرفهم وهذا كلام باطل فإن بعضهم حاول لكنه لم يأتي بشيء مثل القرآن وإلا فإنه قد ذكر عن بعضهم أنه حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن لكن أساليبه كانت ممجوجة وكان أي إنسان بليغ فصيح يستطيع أن يفرق بين الأسلوبين الصاد والقرآن ذي الذكر وهذه الواوى المذكورة والقرآن هي واوى القسم والله عز وجل يقسم بنفسه أو يقسم بما يشاء من مخلوقاته وأما العبيد فإنه لا يحل لهم أن يقسموا بغير الله لا يحل لهم أن يقسموا بغير الله لأن القسم تعظيم وهذا التعظيم خاص بالله فلا يجوز أن يحلفوا بغير الله تبارك وتعالى ولهذا يخطي بعض الناس الذين يقسمون بالنبي وترى أن بعضهم دائماً يكرر على لسانه والنبي 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 يقسموا بالنبي والنبي له مكان لا شك وله شرف عظيم لكنه مخلوق والمخلوق لا يحلف به وإنما يحلف بالخالق سبحانه وتعالى أما الله سبحانه وتعالى فإنه يحلف بما شاء وإذا حلف وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فهذا دلال على عظمة هذا الشيء وما فيه من الحكمة وما له من المكانة ولهذا هنا أقسم بالقرآن والقرآن هذا هو كتاب الله عز وجل خاتمة الكتب التي أنزلها على أنبيائه وهو قرآن عظيم ولهذا سماه الله عز وجل ذي الذكر والقرآن ذي الذكر ومعنى ذي الذكر يعني صاحب الذكر القرآن ذي الذكر صاحب الذكر بمعنى أن أن فيه ذكر وهذا الذكر هو تذكير الناس بمصالح دينهم ودنياهم فكلها في القرآن والقرآن ذي الذكر فمصالح العباد كلها مجتمل عليها القرآن لا يخرج من ذلك شيء البتة ما من حكم يحتاجه الناس إلا وهو في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر القرآن باتباعها فالأمر باتباعها في القرآن فهذا القرآن حاوي لمصالح العباد في الدين والدنيا والمراد من حيث الأحكام فليس المراد أنه يتكلم عن الصناعات والتجارات وكيف يصنعون وكيف يزرعون فهذه يتعلمها الناس عن طريق أهل الخبرة وإنما المراد أحكام هذه الأشياء أحكام الحياة كيف يعيشون الناس بهذه الحياة ما هو الذي يحقق لهم المصالح الدينية والدنيوية فهذه كلها في هذا القرآن الكريم ولا يصرف عن هذا القرآن إلا مصروف لا يصرف عنه عن هذا القرآن ويبحث عن هداية في غير القرآن أو أحكام أو شريعة أو نحو ذلك في غير القرآن إلا مخذول فكيف يترك شريعة الرحمن ويذهب إلى شريعة الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان عنده عقل كبير ومفكر ونحو ذلك فمهما يكون فإن النقص فيه فإن النقص ملازم للبشر والناقص لا بد أن مهما يأتي به من شيء فإنه لا بد أن يكون فيه نقص ولهذا نرى أن الذين يشرعون أحكام حياتهم يحتاجون بعد كل فترة لمراجعة أحكام حياتهم فيحلون ما يحرمونه قبل فترة ويحرمون ما أحلوه قبل فترة وأقرب مثال على ذلك الخمر أم الخبائث فإن شعوب الكفار يعرضون على برلمناتهم فمرة حرموها وقالوا هذه مضرة وضررة وهي يدركه الناس أم الخبائث فإنها تسلب العقول ومرة يحلونها ويرون أن فيها مصالح وهذا التخبط يدل على النقص الذي في العقول فإنهم يتخبطون بعقولهم وهكذا فإن البشر إذا ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل حصل فيهم من الفساد والانحراف ما يضيع عليهم دينهم ودنياهم وبعضهم يظن أنه يحافظ على دينه وهو بالابتعاد عن القرآن وهو بالحقيقة يخسر الأمرين يخسر الدين والدنيا فإن الحياة بعيدة عن القرآن مصدر للظنك فهو لا يشعر بسعادة ولا طمأنينة إذا ابتعد عن هدي كتاب الله عز وجل ولكن الجهل المتفشي في الناس هو الذي يجعلهم يفعلون هذه الأفاعيل ولهذا نراهم يشرعون دساتير وقوانين وأنظمة ونحو ذلك بعيدين عن كتاب الله عز وجل بل ربما استوردوا أنظمة الكفار وبدوا يقلبونها ويقارنون بينها ويختارون فيها بعيداً عن الفقه الإسلامي وحتى لو نظروا في القرآن مع الدساتير فإن هذا هو الشرك لأن الإنسان لا بد أن يوحد الله ويأخذ من الله أما أن يخلط دين الله بدين الكفار فهذا ما وحد فإن الموحد هو الذي يتوجه إلى الله ويعبد الله ولا يستسلم إلا لله سبحانه وتعالى ولا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى أما من أراد أن يخلط بين الإسلام والكفر فيأخذ من الإسلام حكم ومن المجوسية حكم ومن النصرانية حكم ومن البوذية حكم فهذا ما وحد الله سبحانه وتعالى وما عرف قدر الله كيف تخلط الإسلام مع الكفر كيف تخلط الإسلام مع الكفر وهذه بلية المجتمعات المعاصرة فإن الثقة عندهم مهزوزة في دين الله عز وجل ولهذا لا تراهم يحرصون على أن يجردوا عملهم لله سبحانه وتعالى وهل هناك قضية لم يجدوا فيها حكم حتى يبحثوا عن أحكامها دين الله شامل كامل لكن عند بعضهم رغبة عن دين الله ما يريد دين الله لأن هذه المسألة التي يستوردها يرى أنها تحقق له مصلحة وأن دين الله لا يحقق له مصلحة وهذا هو الهوى هذا هو الهوى الذي سوف يأتي الكلام عنه في هذه السورة الكريمة وهذا كحال المنافقين فإن المنافقين إذا كان الحق لهم يأتون إليه مذعنين وإذا كان عليهم فإنهم يهربون عن دين الله عز وجل ويبحثون عن غيره وأما المؤمن الموحد فإنه لا يبحث عن الهدى إلا في دين الله عز وجل وعنده طمأنينة وقناعة بأن الحق والصواب والخير في دين الله عز وجل والقرآن ذي الذكر هذا من معاني الذكر الذي مجتمل عليه القرآن وقال بعض المفسرين ذي الذكر ذي الشرف والمكانة الرفيعة وهي لا شك حاصل القرآن ولا تناقض بين التفسيرين فهو فيه ذكرهم وفيه ما يحقق مصلحتهم وهو ذو شرف ومكان عالي وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق يعني أن الذين كفروا برسول الله عز وجل ولم يصدقوا أنه رسول فإنهم لن يصدقوا أن هذا كلام الله فإن الإيمان بأن هذا كلام الله مترتب على الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه فإذا ما آمنوا أنه رسول يرون هذه من أساطير الأولين أو يرون أنه اخترعها أو نحو ذلك ولهذا هم لا يؤمنون به ويكفرون به بمعنى يكفرون به يعني لا يصدقون به ولا يخضعون له ولا يستسلمون له ما الذي حملهم؟ حملهم الكبرياء بل الذين كفروا في عزة والمراد هنا كبرياء وغطرسة لأن العزة الإيمانية ما تكون إلا بالإيمان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هذه العزة الحقيقية التي بالإيمان وأما اعتزاز الكفار فهو اعتزاز بموروثاتهم وما وجدوا عليه أباءهم فالمراد بها الكبرياء والغطرسة فعندهم كبرياء عن قبول الحق يستكبرون على الحق بل الذين كفروا في عزة وشقاق يعني يشاقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بهذا ثم يذكرهم الله عز وجل بحال السابقين الأمم السابقة وقد سمعوا عن أخبارها هم فإن أخبارها متداولة بينهم وأن من عارض الموحدين وأهل التوحيد فإن الله ينتقم منه ويهلكه كما مر معنا في سورة الصفات وفي غيرها من قصص الأمم السابقة ولهذا قال الله عز وجل كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كما أهلكنا من قبلهم يعني كثير أهلكنا قبلهم من قرن القرن هو أمة من الناس يعيشون فينقرض أغلبهم ولهذا في الغالب أن القرن مئة سنة يقال سبع قرون خمسة قرون يعني سبعمائة سنة خمسمائة سنة هذا في الغالب لأنه على رأس مئة كل سنة غالبا يموت أكثر الناس فلهذا وقد يزيد بعض الناس لكن النادر لا حكم له فكان الغالب أن القرن مئة سنة ويحمل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين وقد يزيد بعضهم على مئة سنة لكنه هذا يأخذ حكم القرن الذي عاش أكثره فيه يأخذ حكم القرن الذي عاش أكثره فيه فهذه القرون عجل الله لها العذاب أكثرها عجل الله له العذاب فلما وقع العذاب حقيقة نادوا يريدون السلامة من هذا العذاب لكن متى بعد أن حضر عذاب الله فنادوا ولا تحين مناص يعني في هذا الوقت ما في مهرب إذا نزل العذاب ما عد في مهرب كما أن الميت دعاين ملك الموت وغرغرت نفسه أو روحه في حلقة فما عد في توبة فإذا رأى العذاب وانتظر حتى نزل العذاب فهنا هذا النداء لا ينفعهم كما ناد فرعون وغيره فإن هذا النداء لا ينفعهم فإن هذا النداء لا ينفعهم وقد مر معنا قصة قوم يونس ولهذا ذكروا استذناء فإنهم لما توعدهم يونس بالعذاب فنفعها إيمانها قبل أن يحل بهم العذاب ولهذا قال بعض المفسرين أن البلاغ الذي بلغهم كان يحتاج إلى زيادة أو أنهم رجعوا وآمنوا قبل أن يبدأ العذاب فنفعهم الإيمان ورفع العذاب قبل أن يحصل إليهم فكانوا استثناء في القرآن لأن البلاغ الذي بلغهم لم يصل إلى درجة البلاغ والمعاندة حتى نزل العذاب وإنما راجعوا أنفسهم وخرجوا إلى الله عز وجل يجأرون في الصعودات فنفعهم إيمانهم لكن إذا نزل العذاب وقامت الحج على قوم فنادوا في هذا الوقت لا يستفيدون ما فيه أبدا وبعضهم حمل النداء على ما يكون يوم القيامة فإنهم ينادون ويستغيثون يوم القيامة لكن في هذا الوقت ما عاد ينفع هذه الاستغاثة البكى يوم القيامة والعويل ونحو ذلك لا ينفع البتة لأنه بذلك الوقت خلاص انقطع العمل فالجزاء على ما مر في الحياة الدنيا ثم ذكر الله عز وجل أنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم يعني تعجبوا يأتي منذر مننا واحد مننا من الناس وهذا العجب من أغرب الغرائب منهم فإن الرسل كلهم من البشر فكيف يتعجبون أن شخص منهم يأتيهم وهذا يدل على استحكام الغفلة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فإن الرسل ينذرون قومهم ما سوف يحل بهم إذا لم يعبدوا الله عز وجل وحدهم ولهذا مع عجبهم هذا قالوا وقال الكافرون هذا ساحر كذب وغالبا ما يصفون الرسل بأنهم سحرة والسبب في ذلك أن السحرة بطرق خفية يأتون بأشياء لا يستطيعها عامة الناس السحرة عندهم يستعينون بالجن والجن لهم بعض القدرات التي لا يستطيعها بعض الناس ولهذا تجد الساحر أحيان يرسل الشياطين يسرقون من بيوت الناس ويأتون بشيء من بعيد ونحو ذلك فالناس إذا عجزوا عن شيء نسبوه للسحر لكنهم لم يتبكروا أن حال الرسل ليس مثل حال السحرة فإن الرسل من أصدق الناس وسيرتهم من أفضل السير والسحر من أرض للناس وسيرتهم من أسوأ السير ففرق بين الساحر وبين النبي ولهذا بعضهم لما بس رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم وقال هذا ليس وجه بوجه كذاب أبداً من سيرته صلى الله عليه وسلم ثم إن السحر لا يمكن أن يأتوا بآيات عظام وإنما أشياء بسيطة ولا يأتون بأشياء عظيمة ولا يأمرون بالأخلاق ولا بالتوحيد ولا يذكرون بالحساب ولا يدعون الناس للفضائل السحر من أحط الناس وارد للناس فهم ليسوا أهل فضائل أصلاً لكن هؤلاء حتى يتخلصوا من هذه الحجج قالوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وتعجبهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجب وهذا يدل على أن الرسول عليه وسلم قال لهم ما فيه إلا إله واحد آلهة كثيرة ما فيه وهم تعودوا على الآلهة الكثيرة بل إن الدين النصراني الذي كان قريب منهم كان فيه آلهة كثيرة لأن النصارى يعبدون ثلاثة ما فيه إله واحد في النصرانية ولا إله واحد عند المشركين فهم تعودوا على تعدد الآلهة لما جاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قالوا لا إله إلا الله واحد تفلحوا والبقية يعني هما يريدون أن يقول فيه إله كبير ومعه آلهة صغار هذا تمام لكن الغال لهي تماماً ما تكون إلا لله فهذا هو مثار عجبهم ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجب يعني نحن هم تعودوا على أن عندهم آلهة صغار يتقربون بها وينذرون لها ويذبحون لها لكن هنا قال ما فيه يلغون هؤلاء كلهم وجهك توجهه إلى إله واحد بس لا تذبح إلا له لا تصلي إلا له لا تركع إلا له لا تسجد إلا له لا تستغيث إلا به لا تستعين إلا به إله واحد فقط والبقية تخرجهم من حياتك تماماً فهذا الذي كبر عليهم يخرجون هبل واللات والعزة وهذه كلها يخرجون قال هذه كلها ما لقيم إطلاقاً والنصارى لم يسمعوا هذا مريم تخرجون عيسى تخرجون يعني إله واحد فقط فهذا مثار عجبهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرات الملأ هم أصحاب الرأي دائم الملأ إذا قيل الملأ هم كبار الناس وأشراف الناس ورؤساء الناس والزعماء في الناس هؤلاء هم الملأ هم الذين يخططون وينفذون إن الملأ يأتمرون بك يعني هم أصحاب الرأي والمشورة فهؤلاء هم الملأ والرعاع من الناس هم تبع للملأ إذا قال الملأ شيء فهم مع هؤلاء الملأ إلا من هدى الله عز وجل ومن هداه الله من هؤلاء فهو يتبع الحق لكن الملأ دائما أكثر من يستسلمهم الملأ إلا حالات نادرة السبب في ذلك أن الإنسان الذي له جاه ومكانه يوهم الناس أن أفكاره سليم وتوجهه سليم فلو اعترف من أول وهل أنه كان على خطأ وانتصرفاته كانت سقيمة فهذا معناته ينسب النقص إلى نفسه وهم ما عندهم من الاعتزاز والكبرياء لا يريد أن ينسب النقص إلى نفسه ولهذا هذه العزة التي ذكرها الله عنهم تحول بينهم وبين اتباع الحق بينما هذه الغطرسة والكبرياء ليست عند ضعاف الناس ولهذا في البداية أول ما يتبع الأنبياء ضعاف الناس وانظروا في قصة هرقل لما سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاء الناس يعني الغالبية على الذين يتبعونه قال ضعاف الناس وهذا أيضا فتنة لكبراء الناس ما يتبعك إلا هؤلاء الضعاف ولهذا كان بعضهم يقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعل لهم مجلس لوحدهم ونحن لنا مجلس والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بي جعل القيمة هي التقوى القيمة التي يقدسونها قيمة الشخص لماله وجاهه ونسبه ومكانته هذه ليست القيمة الحقيقية وإن القيمة الحقيقية ما يعمر قلبه من الإيمان ما هو توجهه ونظرته لله عز وجل كيف الإيمان في قلبه هذه القيمة الحقيقية هذه القيمة الحقيقية وهذا مما يصد الكافرين يقولون تريدنا مع هؤلاء الأعبد والفقراء والضعاف الذين معك يعني لا جال عندهم الكبرياء والغطرسة ولو خضعوا لله لعرفوا أن هؤلاء لا فرق بينهم وبينهم فكلهم أعبد كلهم بشر كلهم أبناء آدم فأتباع الأنبياء هم الضعفاء ولهذا قال هرقل وهؤلاء أتباع الأنبياء من أين جاء بهذا هرقل جاء به لأنه قرأ التوراة والنجيل وعرف من قصص الأنبياء السابقين أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء ولهذا الأسئلة التي سأل بها أبا سفيان كلها يعني أكثرها لما سألوا عرف أن الرسول عليه السلام حق لما أخبره عرف أنه حق وقال إن كنت كما ذكرت فوالله إنه نبي ووالله لا يملك موضع قدمي هاتين وقدماه كانت في دمشق في الشام والرسول عليه السلام لا زال في المدينة فمعنى ذلك أنهم وجدوا في كتب أن دين الإسلام سوف ينتشر إلى تلك الديار فإن الرسول عليه السلام توفاه الله قبل أن تفتح دمشق وهو أقسم أنه سوف يملك موضع قدمي هاتين والمراد أن دينه سوف يملك موضع قدمي هاتين وهذا الذي هو حصل ولهذا هؤلاء الملأ يقولون هذا شيء يراد يعني أن هذا النبي الذي يزعم أنه نبي هو يريد أن يكون له المكان والصدارة هذا الذي يريد وهو يريد أن يكون أتباع له فلذلك يأتي بهذه الأشياء فعليكم أن تصبروا على معتقداتكم وموروثاتكم لا يغركم هذا اصبروا عليها لأن هذا شيء يراد لتغيير وجهتكم وهذا صحيح إن المراد هو تغيير وجهتهم لكن ليس لكي يحصل على مكانه وإنما ليرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن هؤلاء هاربون عن الله وعن عبادة الله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إيش يقصدون بالملة الآخرة يعني في أزمنتهم الأخيرة التي عاشوا فيها على الشرك ما سمعوا بمثل هذا الأمر بالتوحيد وقالوا هذا اختلق هذا الكلام من عند نفسه اختلاق إن هذا إلا اختلاق الدليل إيش الدليل إن هذا اختلاق وإن هذا جاء به من عنده رجعوا إلى موازينهم قالوا أو انزل عليه الذكر من بيننا يعني نزل عليه الوحي والنبوة من بيننا إيش مكانته هو لأنهم كانوا يعظمون الزعماء الكبار كانوا يريدون يعني هذا الكلام لو جاءهم به زعيم الطائف ولا زعيم مكة فربما استساغوه لكن شخص ما له زعيم عندهم فهم لا يتبعونه وهذا هذه يعني هذه الحالة تجدون عند الأعراب كثيرا الآن الأعراب إذا قال شيخ القبيل شيء هذا عندهم يعني كلام مقدس فإذا قال غيره فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يأبهون له لأن التأثير الزعام على أنفسهم له سلطان قوي ولهذا هم يرون أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم غير يعني ما هم صدقين بهذا الكلام ولو كان فيه اختيار حقيقي لكان لزعيم الطائف أو زعيم مكة والله عز وجل يعلم أين يجعل رسالته يعلم قلوب عباده ويهي من يشاء لها فليس هم الذين يقسمون رحمة الله ليس هم الذين يقترحون من النبي هذا بموازينهم هم أما موازين الحق فيتختلف عن موازينهم ولهذا قال أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب يعني هم شكوا في ذكر الله عز وجل وفي القرآن وفي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ما ذاقوا عذاب الله ولو شعروا ولو علموا بقوة عذاب الله عز وجل ما حصل منهم هذا التمرد وهذا الشك ولهذا قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب يعني هم يريدون أن يتحكموا في خزائن الله وفي أمر الله وعلى من ينزل الرسالة يعني ماذا يريدون أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما يعني ألا يعرف الإنسان قدر نفسه فهو لا يملك خزائن الله ولا يملك ما في السماء ولا في الأرض ولهذا قال الله عز وجل لهم فليرتقوا في الأسباب يعني إن كان لهم قدرة ومكانة وسلطان فليصعدوا إلى السماء ويمنع الملائكا تنزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فهم لا يستطيعون الصعود إلى السماء ليس لهم أمر على الملائكة وليس عندهم خزائن الله ولا عندهم شيء البت المراد فليتفكروا في شأنهم فهم أضعف من ذلك من الذي يملك السماء والأرض العجيب أنهم يعلمون أن الله هو الذي يملك السماء والأرض فما دام تعلم أن الله هو الذي يملك السماء والأرض فاستسلم له لا تقترح عليه أن الرسالة تصلح لفلان ولا تصلح لفلان ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب يعني أن هؤلاء سوف ينهزمون وهذا الذي حصل في بدر وفي غيرها فهم مهزومون لا محالة ولهذا ذكر هنا ابن كذير أن ناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل ابن هشام والعاص بن وايل وهؤلاء من الملأ والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث يغوث صنم وكانوا يعبدون للأصنام عبد يغوث مما يدل على أنهم يطلبون البركة من الأصنام ويتعلقون بها ابن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب وأبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زعيم مكة وله مكانة كبيرة في قريش فهو زعيم وتعرفون ارتباط القبائل بالزعماء ولهذا دفع الله عز وجل عن نبيه بسبب عمه مع أنه بقي على كفره والعياذ بالله وهذا فيها دلالة على أن الإنسان إذا لم يهده الله للحق فمهما يرى فكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جمع وكان يدافع عنه من باب الشرف والحمية كان يدافع عنه من باب الشرف والحمية لكن أيضا عنده عزة لا يريد أن تنتقص معبدات آبائه وأجداده فعنده ما عند المشركين ولهذا جاءوا إليه فقالوا له فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده يقول لا يشتم آلهتنا ويعبد ربي إذا كان بيعبد ربي يعبده لكن لا يشتم آلهتنا والرسول الله سلم كيف يشتم آلهتهم يقول إنه لا تضر ولا تنفع ولا لقيمة فهم اعتبروا هذا شتيمة كيف تنتقص قدرها فليس المراجب الشتيمة أنه شيء معين غير هذا أنه يبين بطلان عبادة هذه المعبدات وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا تدفع عن أحد شيء فهم اعتبروا هذا شتم وجاءوا إلى أبي طالب يقولون يكف عن شتم يعني لا يذكرها لا يقول هذه لا تنفع لا يقول هذه لا تضر يعبد ربه كما شاء لكن لا يتدخل في شؤوننا معنى ذلك أنك أسكت عن الشرك ونترك تعبد ما تشاء فلا تبين عيب الشرك ولا بطلان الشرك وتفكروا في حال كثير من الأمم الآن الأمم الآن أكثر ما يزعجها أن تقول إنكم على باطل وظلال وإنكم على غير هدى هذا لا يقبلونه منك ولهذا عندهم مبدأ اترك الناس في حريتهم يفعلون ما يشون وأنت أعبد ما تشاء لكن لا تتكلم عن معبوداتهم وهذا مبدأ جاهلي لأنك أنت كيف تبين التوحيد ما لم تكفر بالطاغوت كما سمعتم في قراءة الإمام في المغرب كيف تبين الحق ما لم تبين أن الباطل الذي هو ضد الحق لا خير فيه وأنه فاسد وأنه غير مقبول أما أن تهم الناس أنه كل سائر في طريقه على ما يهوى وأن هذا والمناسب كما تفعل العلمانية والجاهلية المعاصرة دع الناس يعبدون ما يشاءون ولا تتدخل في حياتهم لاحظتم الآن يعني العلمانية المعاصرة تقبل البوذي تقبل المجوسي تقبل المسلم إذا كان الإسلام بشخصه بحيث يصل لنفسه لا يريد أن يفرض الإسلام على الناس فإذا أردت أن تفرضه على الناس اعترضوا عليك وقالوا ليس من حقك أن تفرض الإسلام علينا فإذا قلت لهم إنكم على باطل وإنكم تعبدون الأصنام قالوا هذا يدعو إلى الكراهية ولهذا يصدرون قوانين يسمون قوانين أممية تجرم الكراهية والدعوة إلى الكراهية والكراهية ماذا؟ يعني ما تكره الأصنام ما تكره الشرك ما تبغض الكفر وأهله هم هذي يجعلون جريمة ويصدرون قوانين يلزمون الناس بها فإذا قلت إن الكفار من جثة جهنم وأن دينهم باطل وإنهم على غير الحق يحاكمونك بهذه القوانين ويقولون أن هذا يدعو إلى الكراهية وأنه يتدخل في ما لا يعنيه وأنه يشتم معبوداتنا ولذلك يقولون الأديان عندهم مقدسة ما تتكلم بها يقولون ما تطعن في دين أحد ما تقول المجوسية فساد ولا النصرانية خراب ولا اليهوء ما تطعن نفس القضية انظروا إلى كيف صنعوا هؤلاء فقالوا فلنكلمه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ يعني يموت بطالب فيكون منا إليه شيء يعني يخابون أن يموت بطالب فيقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم فتعيرهم العرب يقولون يم كان أبو طالب ما تجرأتم علىه وهذا يدل على الضعف فلما مات أبو طالب تجرأتم عليه فهم يخابون أن تنتقص المكانة شوف عبادة المكانة عندهم شيء يعني عظيم تنتقص هذه المكانة ويعيرهم العرب لما مات عمه اعتديتم عليه هذا يدل على قلة ضعف الرجولة فهم يخشون من هذا ولهذا قالوا فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه وهم أعظم شيء عندهم أن يتحدث الناس عنهم بعيب وهذا كان هذا كان يحجزهم عن كثير من الوقوع في سفاسف الأمور الاهتمام بالسمعة والمكانة حتى أبو سفيان وهو مشرك لما سأله هرقل يقول كان ودي أني كذبت على الرسول عليه السلام سأله هل يخون هل يقدر هل يكذب وكل ينفي عنه يقول لا لا يخون ولا يكذب ولا يقدر مع أنه كان ودي لأنه يخشى أن يتبعه حاكم الروم ولو اتبعه حاكم الروم خلاص ومع هذا ما كذب يقول خشيت أن أكذب عليه فتعيرن العرب لأنه كان معه وفد حاضر فيقول أن أبو سفيان كذب فهو يخشى من هذا فقط بس يعني ما يترك الكذب لأنه لا يجوز أو محرم أو نحو ذلك لا يخشى أن تعيره العرب ولهذا كانوا يتركون بعض الأشياء من هذه الزاوية من هذه الحيثية حتى هند زوجة أبي سفيان لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلت في الإسلام ومن البيع أن لا تزني فتقول سبحان الله يا رسول الله أبو تزني الحرة يعني مستغربة أن امرأة لها شرفها ولها مكانتها وتقع في سفاسف الأمور وتقع في الزنا فهي مستغربة هذا لأنه كانت في مكانة رفيعة من بني قومها فما ترى هذا مع أن الزنا كان منتشر عند العرب كما في حديث عائشة وفق كان منتشر لكن في طبقات من المجتمع يرون هذا لا يليق بهم قال فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال أدخلهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وهذا اعتراف منهم بمكانته وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهة قال فبعث إليه أبو طالب يعني أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك قال صلى الله عليه وسلم يا عمي أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم وهذا يجوز أنك تقول للكافر إن كان عمك أو أبوك أو أخوك أن تقول له يا أخي يا أبي يا عمي لأن هذه هي صلة النسب وهذه بخلاف الأخوة في الدين فإن الأخوة في الدين ما تقال للكافر الأخوة في الدين ما تقال للكافر وإنما أخوة النسب ونحو ذلك فلا حرج أن تخاطبه بالأخ وبالعم ونحو ذلك ولهذا قال يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم قال وإلى ما تدعوهم قال صلى الله عليه وسلم أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم كلمة يتكلمون بكلمة تدين لهم العرب لأنهم إذا أسلموا فإنهم سوف يخضع لهم العرب لأن العرب كانوا ينظرون إلى قريش ولهذا بعد فتح مكة داخلت الجزيرة كلها في الإسلام فقالوا ننظر ماذا يفعل مع قريش قريش لها الزعامة ولها الصدارة في مكة فإذا أسلموا دانة العرب ويملكون بها العجم لأنه سوف يجاهد الكفار وهؤلاء الكفار سوف يخضعون تحت ملك الإسلام وحكم الإسلام بس يقولون كلمة وليس المراد هو القول قطعا لأنه لو كان المراد أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يستمرون مع أسرامهم فهؤلاء ما قالوها فإن المراد القول والالتزام بالقول أن يقول الإنسان ويلتزم ولهذا لما قال كلمة بس يقولون كلمة من تبه ماذا يريد فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم ما هي وأبيك لنعطينكها وعشرا أمثالا كلمة واحدة والعرب يخضعون لنا والعجم نملكم قال نعطيك عشر من أمثالا كلمة واحدة ما يدرش القصة قال تقولون لا إله إلا الله فعرفوا أن لا إله إلا الله هو نفي لعبادة الآلهة وهم لا يتجرؤون أنهم يقولون ليست آلهة يعني أنت الآن لو أحد أعطاك الدنيا بحذافيرها وقال لك قل إن الله ليس هو المعبود هل تستطيع كلمة ثقيلة على النفس فهم لا يتجرؤون أن يقولون أن عبادة الآلهة باطلة وهذه الكلمة فيها نفي لعبادة الآلهة وهذا يدلكم على ذقل العقيدة في النفس ما في أحد يتحول عن عقيدته إلا بقناعة انظروا كيف وعدهم الرسول عليه وسلم تدين العرب ويملكون العجم ومع هذا لا يستطيعون شتم الآلهة لا يستطيعون أن يقولوا أن الآلهة لا تعبد وهذه الكلمة لا إله إلا الله فيها حصر العبادة في الله وفيها الإسقاط الإلهية عن الأصنام والأوثام فلذلك قال فنفروا وقال أو سألنا غيرها شوف غيرها جيبوا أحدا ثاني هو ما عند الله فهم يبقون كلمة ثانية وقولون عشر بس هذه لأن هذا في انتقاص لآلهتهم مثل المسلم الآن لو تقول له أعطيك مليارات طيب وبعده وتقول كلمة واحدة يقول لك ما هي الكلمة تقول مثلا كلام الشيوعية لا إله والحياة مادة هل يرضى المسلم مليارات ما يرضى مليارات تعطيه ما يرضى تقوله بس قول لا إله والحياة مادة أنكر للهية لو تعطيه مليارات المسلم مليارات لأنه غير معذور في هذه الحال لا يعذر على الإنسان لأجل الدنيا لا يعذر الإنسان ولو يعطيه ملك ولو يعطيه مليارات هذا غير معذور إلا من أكره وهدده قادر على قتله أما أن يعطيك تجارة كثيرة ولا يعطيك ملك ولا يعطيك أموال هذه كلها لا قيمة له ولهذا المسلم الصادق لا يتجرى لو تعطيه ملك الدنيا كلها تقول تحكم العالم وتقول ما في رب فإنه لن يفعل ذلك وانظروا إلى هذا يدل على تعلقهم بالأصنام كيف قالوا شوف غيرها هذه الكلمة لا نستطيع أن نقولها قال فنفروا وقالوا سلنا غيرها قال صلى الله عليه وسلم لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها أنا ما عندي الله لا يمكن أقبل منكم غير إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة عن غير الله عز وجل لو جبتم الشمس يعني لو أتيتم بالمستحيل معنا كلام فإن هذا الذي يحصل مني فقاموا من عنده غضابا وقالوا والله لنشتمك نشتمك وإلهك الذي أمرك بهذا شوفوا ما قال نشتم الله لأنهم يعرفون الله لكن عندهم إن الذي أمره بهذا ما هو الله إن هذا شيطانه وإلا من سحره وليس الله ولهذا قالوا ونشتم إلهك الذي أمرك بهذا فأنزل الله عز وجل وانطلق الملو منهم ونمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نيراد فهذا ذكرت في سبب نزول هذه الآية فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله فأبى وقال بل على دين الأشياخ يعني أنا على دين الأشياخ ونزلت إنك لا تهدي من أحببت وذكر يعني رواية ثانية شبيهة بهذه الرواية وعدة روايات كلها في مثل هذا المعنى وبيان كيف أن الكفار يعني كانوا يستغربون أن يدعوهم إلى التوحيد وأنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني لا في النصرانية ولا في زمن قريش ما سمعوا بالتوحيد هذا ثم بيّن الله عز وجل بعد هذا أحوال الأمم السابقة فقال كذبت قبلهم يعني قبل المشركين الذين كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وفرعون ذو الأوتات كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتات وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب يعني أن هذه الأمم السابقة قوم نوح وقوم عاد وفرعون أبين أن فرعون له ذو الأوتات يعني له قوة ومكانة عظيمة فالذي أهلك من له مكانة عظيمة سوف يهلك ما دونهم وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب أصحاب البساتين هؤلاء كلهم كذبوا الرسل فانتقم الله تبارك وتعالى منهم وأخبارهم مذكورة يعرفها الناس ومذكورة في كتاب الله عز وجل ولهذا قال بعد هذا فحق عقاب يعني أنها نالهم جزاء تكذيبهم في الدنيا وهل نال المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عقاب تكذيبهم نعم نالهم أكثر ما نالهم في بدر فإن الله انتقم منهم في بدر انتقاما عظيما وفي غيرها من المواقع حتى من الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام ثم قال سبحانه وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يعني بعد هذه الصيحة ما يفوق في الحياة الدنيا وهذه الصيحة هي نفخة الفزع نفخة الفزع هذه الصيحة يفزعون في أولها ويموتون في آخرها صيحة الفزع ولهذا أول ما يسمعون يصغي أحدهم صفحة عنقه يصغي ليتا يستمع وإسرافيل يطولها يطول هذه النفخة ولهذا لما يتكلم العلماء هل النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث أم هما نفختان أم هما نفختان فتدخل نفخة الفزع في نفخة الصعق وهذا الذي يظهر وتدل عليه الأدلة لأنه قال ما لها من فواق فإنه لو كانت نفخة الفزع يفزعون ثم يصحون فإن لها فواق لكن هذه ما لها من فواق ونكتفي بما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتغفرك